أسعد اللقاتكم وعزائي المشاهدين الرياح خفيفة لمعتدلة سرع بوجه عام من 26 كيلومتر فساعة فرص لتراجع الرؤية الأفقية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والضباب على بعض المناطق لذلك نتمنى من أخواننا قائدين المركبات خارج المدينة يديروا مبالهم في طرق السريعة تراجع الرؤية الأفقية سيكون وارد خلال الساعة القليلة المقبلة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والضباب مثل ما قلنا تعرف الأجوان أكثر حاليا عبور لبعض السحب بين الحين والآخر سيستمر ويانا هذا العبور للسحب خلال الأيام القادمة امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانا ولكن ضحيف بعض الشيء لذلك الرياح خفيفة لمعتدلة سرعة ومتقلبة الاتجاه بين الحين والآخر ستستمر ويانا الرياح في تقلبها إلى الكوس بين الحين والآخر حتى نهاية اليوم سرعتها حاليا 6 كيلومتر في الساعة خفيفة بعض السحب موجودة ويانا درجة الحرارة حاليا 17 درجة مئوية أجواء تميل للبرودة لكنها برودة رطبة الرطوبة النسبية تقريبا 67% رؤية الأفقية متراجعة بعضا شوي في مدينة الكويت حول 7 كيلومتر صور الأقمار الصناعية تبين عبور السحب اللي متوقع أنه يستمر ويانا لعدة أيام بذن الله ورح تكون أجزاء تقريبا من اليوم الأجواء فيها غائمة جزئيا بعض الشيء يعني عبور السحب رح يكون متفرق بين الحين والآخر يبين عندنا امتداد تأثير مرتفع الجوي لكن هذا المرتفع ضعيف نسبيا لذلك الرياح تكون متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر وفرص لعودة الهوى الكوس رح تكون واردة اليوم وأيضا باتش الرياح متقلبة الاتجاه إلى كوس الليلة عبور لبعض السحب بين الحي والآخر 13 درجة مئوية في العبدالي و13 أيضا في غرب البلاد في السامي جنوبا 11 درجة مئوية والسواحل من 17 إلى 18 أما مدينة الكويت متوقع أن تراوح فيها العظمى ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية و10 درجات مئوية البحر خفيف الموج من 1 إلى 2 قدم لكن تراجع الرؤية الأفقية يكون ملحوظ أكثر في الجزر وداخل البحر حتى منتصف نهار يوم الغد بذن الله الرياح رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بواجه عام من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة رح تكون جنوبية شرقية في أغلب الوقت بذن الله إلى متقلبة الاتجاه ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء الجزر المتوقع أن تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية ومثلها أيضا السواحل الرياح الجنوبية الشرقية رح تستمر ويانا حتى تقريبا ساعات المساء الأولى بعدها رح تقلب إلى الجنوبية الغربية وتكون سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة خفيفة إلى معتدلة السرعة بواجه عام ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية في أغلب المناطق البحر بذن الله من فترات الفساد رح يكون خفيف الموج من 1 إلى 3 قدم في طبعا أغلب اليوم المدى الأول ساعة 31 دقيقة صباحا المدى الثاني ساعة 37 دقيقة مساءا والجزر الأول ساعة 9 و 8 دقائق صباحا والجزر الثاني ساعة 9 و 3 دقائق مثل ما قلنا الفترة هذه من فترات الفساد المواقيت بذن الله إذن الفير الساعة 5 و 14 دقيقة وشرق الساعة 6 و 39 والمغرب الساعة 4 و 55 دقيقة والليلة هذه تعتبر من أطول الليالي من حيث عدد الساعات في السنة أما التقصي متوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة باتشر الرياح ستكون متقلبة الاتجاه إلى كوس خفيفة إلى معتدلة سرعة من 8 إلى 28 كم في الساعة 28 عظمى والصغرى 10 درجات مئوية الأجواء المعتدلة التي تمي إلى دفء خلال فترة الظهيرة ستكون مستمر رويانة العدة أيام يوم الأحد جنوبي شرقي إلى جنوبي غربي 30 درجة مئوية العظمى خلال فترة الظهيرة الاحساس سيكون ملحوظ 11 صغرى الهواء سيقلب مجددا إلى الكوس 35 سرعة الرياح 31 عظمى وصغرة 12 درجة مئوية يقلب الهواء للشمال الغربي والخيفات التدريجي في درجات الحرارة يودي بعد ذلك 26 عظمى وصغرة 10 درجات مئوية مع نشاط طبفل صغبار بعدها شمال الغربي 23 و7 درجات مئوية في يوم الأربع نشاطنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم